أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي هو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيعة وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شروع أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس تفسير السرط المجادلة نفعنا الله بها في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع وصير هذه السورة سورة المجادلة يقال المجادلة والمجادلة أما المجادلة فهي المحاورة التي حصلت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المرأة التي ظاهر منها زوجها وهي خولة بنت ثعلبة وأما المجادلة فهي المرأة وبهذا نعرف أنه يصح أن يقال مجادلة ومجادلة ومثلها سورة الممتحنة فيقال الممتحنة يعني السورة التي امتحنت أو نزل فيها امتحان المهاجرات والممتحنة المرأة الممتحنة التي تمتحن إذا هاجرت فهو يعني باعتبار اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما هذه السورة أولها له سبب نزول وهو أن رجل من الصحابة يقال له أوس بن الصامت غاضب امرأته فظاهر منها قال لها أنت عليك ظاهر أمي فجزعت كيف يظاهر منها وقد نثرت له ما في بطنه وهو شيخ كبير وبها حاجة إلى أن يقوم على أولاده ثم إنه ذهب إلى قومه ثم عاد إليها فأرادها عن نفسها فقالت والله لا تصل إليه وقد ظاهرت مني حتى أرفع أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فشكوت أمري إلى إحدى جاراتي فأمرتني أن أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعرت منها ثيابا فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته قالت فقلت يا رسول الله إن لي منه عيالا إن ضممتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا وإني يا رسول الله نثرت له بطني وأكل شبابي وإنه ظاهر مني وكان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا فظنت خولة بنت ثعلبة أن هذا طلاق ولم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وحي فما زالت تحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشتكي إليه حتى أنزل الله عز وجل عليه قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها يعني تم سماع الله فتقول عائشة متعجبة سبحان من وسع سمعه الأصوات إني لفي طرف الغرفة أسمع شيئا من كلامها ويخفى علي بعضه والله من فوق سبع سباوات سمع كلامها وأجاب مسألتها فقال قد سمع الله وقول قد سمع الله تنبئ عن أن السورة تتحدث عن علم الله وسعة هذا العلم والسمع والبصر وهذا ما سيتبين لنا عندما يكون الحديث عن النجوة وما يتصل بها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم وأيضا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا إيش؟ أحصاه الله ونسوه شوف ساعة العلم فسورة المجادلة سورة العلم العلم الإلهي وبيان أن هذا العلم واسع وأن سمع الله واسع وأن بصره واسع وأنه محيط بكل شيء وأنه لا يفوت على الله شيء ولذلك ذكر المنافقون المنافقين فقال يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء وذكر الله عز وجل أمرا آخر يتصل بعلم ما في القلوب فقال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فانظر تحدث عن مودة الكافرين وتحدث عما عمر الله به قلوب المؤمنين من الإيمان وهذا كله متصل بعلم الله عز وجل قال الله جل وعلا قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد يقول علماء إنها للتحقيق أي تحقق سمع الله عز وجل لقول تلك المجادلة وقد إذا جاء بعدها الفعل الماضي فهي للتحقيق وإذا جاء بعدها الفعل المضارع فهي تكون للتقليل وتكون للتحقيق فأما التقليل فهو شائع تقول قد يدرك المتأني بعض حاجته آسف قد يأتي أو قد يجود البخيل فهذا من باب التقليل يعني قد يكون البخيل جوادا فهذا هو الأصل في استعمالها لكنها جاءت في القرآن كثيرا قد وبعدها الفعل المضارع دالة على التكثير كما في قول الله عز وجل قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلوم إلينا فهنا قد ليست للتقليل وإنما هي للتكثير والتحقيق على بابها العصلي قال الله قد سمع الله سمع سمعا يليق بجلاله وعظمته سمعا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته وأدرك ذلك جل جلاله وهذا مما نستدل به على أن الله لما أوحى بالقرآن إلى جبريل لم يأخذه جبريل من بيت العزة في السماء الدنيا فذاك الذي أنزل في بيت العزة في السماء الدنيا هو نسخة من القرآن أنزلت إلى ذلك الموطن للتشريف والتكريف لكن جبريل تلقاه كاملا عن الله وألقاه على رسول الله ولذلك يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العزة والجلال بدليل أن الله قال قد سمع الله قولا التي يعني حصل من هذه شكوى فسمع الله شكواها وأنزل هذه الآيات بعد شكواه قال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها أي في أمر زوجها عندما ظهر منها وزوجها هو عوس ابن الصامد وتشتكي إلى الله ما آل إليه أمرها لأنها ظنت أنها قد حرمت عليه تحريما مؤبدا والله يسمع تحاوركما يعني حوارك لها يا رسول الله وحوارها لك وحوارك لها إن الله سميع بصير فجمع السمع والبصر فهو قد سمع وأبصر تنظر عندما ترى هذه العوالم الهائلة لكنها في علم الله وفي سمعه ليست بشمع ليست بشيء فالله محيط بها ومدرك لها ولا يخفى عليه من عباده خافيا لا سمعا ولا بصرا قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم هذا هو جواب سؤاله يعني من ظاهر منكم أيها المؤمنون من امرأته فقال أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي لأنه لا فرق شبهها بمن تحرم عليه أو قال كبطن أمي أو كبطن أختي سواء متى شبهها بمن تحرم عليه صار الحكم واحدا وهو الظهار قال ما هن أمهاتهم هذا الذي قالوه كذبوا فيه ليسوا هؤلاء أمهات لهم بل هن زوجات قد أحلهن الله لهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أي ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم أمك التي ولدتك وهذه المرأة التي عندك لا يمكن أن تكون أما لك فإذا قلت أنت عليك ظهر أمي فأنت قلت شيئا غير الذي شرعه الله وغير الذي قدره الله وإذلك إن هنا بمعنى ما وكثيرا ما تأتي إن في القرآن بمعنى ما قال الله عز وجل وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا أي هذه الكلمة التي تفوهوا بها منكر وزور منكر لأنها إثم لا يليق بالمؤمن أن يقوله أو يتفوه به حرام يقول الإنسان كلمة الظهر هي من المحرمات ولذلك يجب فيها التوبة وزور منحرف من القول مائل عن جادة الصواب كيف تشبه من أحل الله بمن حرم الله قال الله عز وجل وإن الله لغفور رحيم أي إن تبتم إليه وعدتم إلى جنابه واستغفرتموه غفر لكم ورحمكم أستغفر الله أستغفر نعم وإن الله لعفو غفور عفو يعفو عما جرى منكم إن استعفيتموه ويغفر أي يستر فالعفو كما يقال عفت الريح الأثر يعني طمسته ومسحته فهو يمسح ذلك طيب وهل يمسحه فلا يحاسبك عليه لكن يفضحك به لا هو غفور أي يستره يسترك فلا يفضحك بذنبك لا في الدنيا ولا في الآخرة قال سبحانه والذين يظاهرون من نسائهم أي هؤلاء الذين يظاهرون من نسائهم فيشبهون نساءهم بأمهاتهم بكلمة الظهار التي هي أنت عليك ظهر أمي ثم يعودون لما قالوا أي يعودون للشيء الذي حرموه على أنفسهم وهو الجماع يريدون العودة إلى الجماع يريدون العزم على الجماع أو العودة إليه وهو الذي حرموه على أنفسهم فتحريروا رقابة من قبل أن يتمسى يجب عليهم أن يحرروا رقبة من قبل أن يمسها زوجه يعني من قبل أن يجامعها فلا يجوج له أن يقربها حتى يكفر وهذه الكفارة أول واحد أن يعتق رقبة وهل الرقبة مطلقة أو مقيدة الصحيح أن الرقبة هنا مطلقة محمولة على المقيدة في آيات أخرى كما في آية كفارة القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا فتحرير رقبة مؤمنا فتحمل المضلقة هنا على المقيدة هذا هو الصحيح ولأن معايا بن الحكم لطم جارية له فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين هي فجاء بالجارية فقال أين الله قالت في السماء وأشارت في أسبوعها قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة فدل ذلك على أن من شرط العتق أن تكون النفس المعتقى مؤمنة قال من قبل أن يتماس يشترط لصحة هذه الكفارة أن يكون قبل التماس قال ذلكم توعظون به أي تخوفون به لأن مثل هذا الأمر يخوف الإنسان من الوقوع في الفعل فالموعظة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل لأنها عقوبة بالغة تردع الإنسان عن الوقوع في مثلها ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير لاحظوا الآن سنلاحظ أن الكلام كله يدور حول علم الله بما تعملون خبير فهو سبحانه وتعالى ذو خبرة والخبرة هي الدقة في معرفة الأشياء يقال فلان خبير في هذا الشيء أن يعرف هذا الأمر بدقة وخفاء والله بما تعملون خبير فمن لم يجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين أي فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين شهرين كاملين متتابعين يوما إثر يوم فلو صام 59 يوما ثم أفطر اليوم الأخير لازمه أن يعيد الشهرين لأنه ما أقام فيها التتابع ويستثنى من التتابع ما يستثنى في الصيام الواجب الذي هو فريضة الله على عباده السفر والمرض والحيط والنفاس والعيد وكل ما يمنع ويقطع الصيام الواجب فإنه يكون كذلك لأن صيام الكفار لا يمكن أن يكون أعظم من الصيام الذي فرضه الله على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتمسع من قبل أن يمسها ويقربها فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينة قال في الثانية فمن لم يستطع أو قال في الثالثة فمن لم يستطع وقال في الثانية فمن لم يجد لماذا؟ لأن الرقبة ما يقال فيها الاستطاع يقال فمن لم يجد سواء لم يجد الرقبة أو لم يجد ما يحصل به الرقبة كما هو الآن في عصرنا أصبحت الرقبة شبه عديمة وفي الصيام لم يقل فمن لم يجد وإنما يقول فمن لم يستطع لأنه معلق بالاستطاعة وكيف نعرف الاستطاعة؟ هذه يوكل أمرها إلى صاحبها هل تستطيع أن تصوم شارين متتابعين؟ فإن قال لا والله لا أستطيع أنا أعرف بنفسي فهذا يدين يعني هذا الأمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكنه يجب عليها أن يتقي الله فإن كان مستطيعا لم تبرأ ذمته لأن الله أوجب عليه في كفارة الصيام قال فمن لم يستطع فيطعام ستين مسكينة يطعم ستين مسكينة يعطي كل واحد نصف صاعي من بر أو من طعام البلد أو يأتي بستين مسكينة فيغديهم ويعشيهم أو يغديهم أو يعشيهم قال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله أي فرضنا عليكم هذه الفرائض وأوجبنا عليكم هذه الواجبات وحرمنا عليكم هذه المحرمات ليكون ذلك ضريبة إيمانكم وزيادة في إيمانكم بالله ورسوله قال الله عز وجل وتلك حدود الله هذه أمور حدها الله فلا يجوز لكم أن تتعدوها أو تتجاوزوا فيها فمن حدود الله ألا تتلفظ هذه اللفظة التي تقول فيها لمرأتك أنت عليك ظهر أمه هذا حد من حدود الله ما تتجاوزه ومن حدود الله أنك إذا قلت ذلك وجب عليك أن تعتك رقبة فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين متتابعين كاملين فإن لم تستطع فتطعب ستين مسكينا هذه حدود الله فإياك أن تنتهكها أو تتعداها قال الله عز وجل وللكافرين عذاب أليم قال بعض علماء إن ما ذكر الكافرين إلا أن لا يقال هذه عقوبة في حق من آمن لأن الله قال الذين يظاهرون منكم منكم أيها المسلمون طيب الكفار هؤلاء يظاهرون ماذا يصنع لهم قال هؤلاء لهم عذاب أليم هؤلاء ما تنفع معهم الحدود ولا تنفع معهم هذه العقوبات لفقدانهم لأصل الإيمان قال وللكافرين عذاب أليم ثم قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله هذا تهديد في ترك حق الله والاستهانة بحدود الله انتبهوا أن تقولوا سنقول هذه الكلمة وإذا قلناها سنعود إلى زوجاتنا دون أن نكفر فهذا من محادة الله ورسوله إن الذين يحادون الله ورسوله يكونون في حد كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أهينوا وأذلوا كما أذل الذين من قبلهم من الأمم السابقة وقد أنزلنا آيات بينات واضحات لمن كان له بصر وعنده عقل ليس فيها ريبة فيها بيان حدود الله وفيها عقوبة من تعدى حدود الله وللكافرين عذاب مهين أما الكفار فلهم عند الله العذاب المهين الذي فيه غاية الإهانة والذل يوم يبعثهم الله جميعا أي أذكر يوم يبعثهم الله جميعا يبعث الله العباد جميعا فينبئهم بما عملوا رجعنا إلى موضوع السورة الذي هو العلم الإلهي فينبئهم بما عملوا ينبئهم به لأنه كتبه عليهم قبل أن يخلقهم ثم كتبه عليهم بعد أن فعلوا وما كان شيء منهم إلا بعلمه فينبئهم بما عملوا ثم يقول الله كلمة عظيمة والله إنها لتوزل جدا أحصاغ الله ونسوه ما رأيك يا أخي لو أنك تذكرت أن كل ما مضى منك في عمرك عشرين ثلاثين أربعين خمسين عاما كله قد أحصاه الله عليك وأنت قد نسيت أكثر ولا تكاد تذكر منه إلا ملامح قليلة جدا فإذا جئت يوم القيامة وإذا بسجلاتك مد البصر فيها جميع أعمالك وذنوبك وسيئاتك وخطاياك ما يغادر الله منها شيئا كما قال الله عز وجل ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا قال الله عز وجل والله على كل شيء شهيد أي حاضر لا يفوته شيء من أمر عباده ثم أكد ذلك بقوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لا يغيب عليه شيء ولا يخفى عليه من أمر عباده ومخلوقاته شيء وقوله ألم ترى الرؤية يمكن أن تكون بصرية ويمكن أن تكون علمية ويمكن أن تكون حلمية يعني رؤية الحلم تقول رأيت فيما يرى النائم يعني في المنام ويمكن أن تكون بصرية تقول رؤيت فلانا يمشي ويمكن أن تكون علمية تقول أرى أن الواجب كذا وكذا ما معنى أرى أي الرؤية هنا علمية فهنا قوله ألم ترى أن الله يعلم من أيها هل هي رؤية بصرية علمية يعني ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض أي جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض لأنما تدل على العموم ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوة من هنا جاءت للتدقيق في العموم لاستغراق جميع أفراد هذا الأمر أي نجوة قليلة كانت أو كثيرة خافتة أو مجهورة عرف الناس أمرها أو لم يعرفوه بين أي عدد من الناس ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم معهم سبحانه بعلمه ولا خمسة في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم وجاء في هذه السورة فقال ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ومعية ومعية الله عز وجل كما ذكرنا نوعان معية عامة لعموم الخلق كهذه الآية ومعية الخاصة وهي التي تكون لعباده المؤمنين إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذه المعية هي المعية التي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاء والرعاية أما المعية العامة هي تقتضي العلم والسمع والبصر والإحاطة ولا يقصد بها الرعاية والحفظ والكلاء والنصر والتأييد إلى آخره قال الله عز وجل إلا هو معهم أينما كانوا في أي مكان كانوا على رأس جبل ولا في نفق أو في سرب في الأرض ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ما هي العبرة في كونه أيضا كتب وأحاط بذلك علما بل إنه سيبعثهم يوم القيامة فينبئهم بجميع ما عملوا كما قال قبل قليل يوم يبعثهم والله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه أحصاه الله ونسوه والإحصاء هو العد الشديد العد الدقيق الذي لا يغادر من المحصى شيئا قال جل وعلا هذا هو الذي أكد لنا أن معنى المعيّة هو العلم لأن الآية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم فلما قال ألم ترى أن الله يعلم ثم قال إن الله بكل شيء عليم علمنا أن معنى قوله وهو معكم إلا هو معهم أينما كانوا أنها معيّة العلم والإحاطة ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول سؤال ما الذي جاء بأمر النجوة ألم نقل إن السورة تتحدث عن علم الله وعلم الله يظهر فيما هو معلن ومجهور به أو فيما هو يستخفى به ويناجى به طبعا لا شك أن علم الله عز وجل يظهر في كليهما لكن إذا أردت أن تستدل على تمام العلم فإنك تذكر ماذا تذكر الخفي ولذلك جاء الحديث عن الخفي وجاءت هذه السورة في حديث عن أمر خفي وله مناسبة بسبب نزول السورة فإن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحاوره وتناجيه فكانت تشتكي إليه عليه الصلاة والسلام وتقول إن زوجي وابن عمي قد ظاهر مني وإن لي منه عيالا إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا ورسول الله عليه وسلم يقول يعني قد حرمت عليه يا خويلة لأنه ما كان عنده شيء في هذا العمر فأنزل الله عليه وبيّن لها المخرج وهي الكفارة قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة قيل إن هذه الآية نزلت في جمع من اليهود كانوا إذا خرجت سرية من المسلمين فمر بهم أحد المسلمين ممن له قريب في السرية بدأوا يتحدثون ويشيرون إليه كأنهم يريدون أن يلقوا الرعب في قلبه وكأنه قد بلغهم خبر عن تلك السرية أنه قتل فيها قريب هذا الرجل فأصبح المسلمون يتضايقون من هذه التصرفات فشكوا أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية وهذا ذكرهم مفسرون والله أعلم بصحته لكن أسباب النزول نستفيد منها في بيان المعنى وإضاحه لكنها لا تؤثر كثيرا قال ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوة ثم يعودون لما نهوا عنه يرجعون إلى ذلك الشيء الذي نهوا عنه من النجوة المحرمة ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول يتناجون بالإثم وهو ما حرمه الله والعدوان وهو العدوان على عباد الله ومعصية الرسول ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة فإن قيل أليس معصية الرسول هي من الإثم قلنا نعم ولكنها خصة تشريفا وتكريما لما يأمر به رسول الله أو ينهى عنه فإن المخالفة فيه عظيمة ولها من الحق والجزاء مثل الذي نهيتم عنه في كتاب الله أو عصيتم فيه من أمر الله جل وعلا ولاحظوا أنها كتبت معصية إخواني بالتاء المفتوحة وهذه التاء إذا وقفنا عليها نقف عليها بالتاء فنقول أي نعم ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية إذا وقفنا عليها نقف بالتاء فإن قلت هل يصح هذا نقول نعم هو من كلام العرب يقفون أحيانا على الهاء المربوطة بالتاء ومنه قول مثلا رجال الهيئة عندنا الصلاة الصلاة ويقول الناس عندنا أدينا الزكاة بالتاء وهي هاء مربوطة قال الله عز وجل وإذا جاؤوك هذا يدل على أن هذه حدثت بالمعدينة قال وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحييك به الله أي سلم عليك سلاما لم يشرحه الله لك ولم يحييك به الله بل هو سلام مجسوس منحوس يريد نبيه تفريغ الشحنات العداوة والكراهة التي في قلوبهم عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون السام عليك يا محمد فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع لكنه لما أوتي من سعة الحلم عليه الصلاة والسلام يقول عليكم يعني هذا الذي أعطيتمون إياه نرده عليكم إيش هو طيب لخبيث سيرجع عليكم فكانت عائشة تسمع وبما فيها من الشباب وقلة الحلم لأنها ليست في مثل حلم رسول الله كانت تقول عليكم السام والذام واللعنة فيقول لها رسول الله سلم يا عائشة عليك بالرفق فإن الرفق ما كان في شيء لزانا تقول يا رسول الله ألا تسمع إلى ما قالوا فيقول ألم تسمع إلى ما قلت لهم فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد معدن الخلق والكرم والصفاء والنقاء والحلم وساعة الصدر حتى مع هؤلاء الأنذال الأرجاس قتلت الأنبياء قال الله عز وجل وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لو لا يعذبنا الله بما نقول يقولون في أنفسهم نحن الآن نقول هذا لمحمد فلو كان محمد رسول من عند الله لعذبنا الله بقولنا له السام عليك يا محمد إذن نحن على الحق وليس هذا برسول من عند الله لأنه لو كان رسولا من عند الله لأنزل الله علينا عقوبا فلما لم ينزل دل ذلك على أنه ليس رسولا وأننا على حق عندما دعونا عليه وهذا من جهلهم فإن الله سبحانه وتعالى قد جرت عادته أنه يمهل ولا يهمل وأنه قد يستجرج الظالم حتى يوقعه في عاقبة معصيته نسأل الله العافية والسلام حسبهم جهنم يصلونه يقول الله عز وجل كافيتهم جهنم سيأتيهم عذاب لن يصبروا عليه وسيستغيثون من هوله فبئس المصير أي بئس المرجع ذلك المرجع الذي يؤلون إليه ثم قال الله عز وجل للمؤمنين موجها ومربيا يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم إذا تخاطبتم فيما بينكم وأسر بعضكم إلى بعض حديثا أو كنتم في مجلس خاص بكم تتناجون وتتحدثون فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول إياكم أن يكون تناجيكم في شيء من هذه الأمور الثلاثة الإثم كالغيبة والنميمة والحسد ويعني الاستخفاف بالمسلم والتحقير له وإشاعة المنكر أو الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وقذف المؤمنات المحصنات الغافلات وكلمات السحر كل هذا إثم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان العدوان الذي هو الاعتداء على الآخرين والظلم لهم كأن تنتقص من عرض أخيك أو تعين على أذى أخيك هذا عدوان ومعصية الرسول هذا تخصيص بعد تعميم لبيان أن معصية رسول الله رسلها سلم ليست خارجة عن ذلك ولعل التنصيص عليها إنما كان بمناسبة أنه عصي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة بذاتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتك إليه الصحابة من هؤلاء الذين يتناجون فيزعجوهم بمناجاتهم نهاهم عن التناجي فلم يستجيبوا فقال الله عز وجل ومعصية الرسول ثم أعطاهم البديل قال وتناجوا بالبر والتقوى تناجوا بطاعة الله والتناهي عن الدخول في الآثام يعني تناجوا بما يزيدكم برا وتقوى لله عز وجل تناجوا يا أخي ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف بالصدقة بالخير ليقول أحد منكم حديثا أو آية أو ينصح أصحابه أو أخوانه في أمر من أمور الخير أو ينهاه عن أمر من أمور الشر أو مما حرمه الله سبحانه وتعالى على عباده والبر والتقوى إذا اجتمع في القرآن دل البر على الطاعة والتقوى على اتقاء المعصير أما إذا جاءت التقوى وحدها أو البر وحده فإنه يدل على على الأمرين قال الله سبحانه وتعالى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي خافوا من الله الذي سيكون حشركم ومعالكم إليه ثم قال الله عز وجل مبينا ماذا يحصل بالنجوة إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله هذه النجوة ما يحييها إليكم ويزينها في صدوركم إلا الشيطان فهي من الشيطان ومن وحيه ومن إملائه ووسوسته فإياكم أن تستجيبوا له ولذلك قال النبي صلى الله وآله ومرشدا ومؤدما أصحابه وأمة إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثناني دون الثالث حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه فإذا كنت في مجلس أنت صاحبك ومعكم ثالث لا تحدث صاحبك نجوا يعني سرا تخفيه عن الثالث لأن ذلك يوقع في قلبه شرا وأدا مع أن ذلك أن هذين يتأمران علي فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل تتحدثون بحديث يسمعه الجميع ويفهمه الجميع ومثل أن يتحدث اثنان بلغة يخفيانه عن الثالث فإن هذا مثل النجوة ما الفرق فيقال لا تحدثوا بلغة نفهمها جميعا إلا إذا اختلطتم بالناس وصار هذا الشخص معه آخرون أو تفرقتم فلكم ذلك قال إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا من أجل أن يصيب المؤمنين بالحزن فيحزنوا ويصيبهم كثير من الأذى النفسي قال وليس بضارهم شيئا يعني هذه النجوة لا تضرهم شيئا لماذا لأن ما يقدره الله سيكون فالنجوة لا تقدم من قدر الله ولا تؤخر من قدر الله شيئا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله إلا أن يأذن الله بشيء من الضرر ينزل به وإلا فلا يكون من أصل النجوة ضرر إنما النجوة إنما الضرر يكون بأمر الله عز وجل ولذلك أمرهم بأن يعتصموا بالتوكل قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ليتوكلوا عليه وحده ويلوذوا بجنابه ولا يخافوا أحدا سواه وأن يطرحوا هذه الأحاسيس وهذه الأحزان وهذه الظنون التي يتوقعون أن تصل إليهم من النجوة لا توكل على الله لا تبالي ترأي الناس تخطط وتدبر من أجل أن تكيد لك وتعتدي عليك اعلم أنه لن يصل إليك من عدوانهم ومكيدتهم إلا شيء وقد شاء الله عز وجل أن يصل إليك توكل على الله وانضي لما أمرك الله ولا تبالي فإنه لن يقع إلا ما قدره الله ولاحظوا قوله وعلى الله قدم الجار والمجرور الدلالة على الحصر لأن التوكل لا يكون إلا عليه فكأنه يقول وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون لا على أحد سواه جعل الله وإياكم من المتوكلين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر